مرحبا بكم في قناتي ايمكا ايم سبا خشني احوالكم ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي فيديو اليوم جبت لكم حاجة سبيسيال برشة الفكرة انها اقتصادية وعملت منها روسي كلاج للخبز البيت بحكم انه الفارينا ما هيش موجودة دونك ما هيش متوفرة برشة ليمت هذوما هذيك عليش عندي خبز بيت قلت عليش لا من نستغلوش في قطوة حاجة حلوة معناتها اعوذ من نرمي نستغلو في قطوة شوفوا ما شاء الله كيفي جيت ابنينا عملتها غو شوكولات نرمال ما نخليها تبرد بعد نقصها انا ديريكت قصيتها بعدما قلاسيتها دونك البيتة الغدول حي جيت ابن برشة وشوكولات قاعدة واضحة طبقة بتاع الشوكولات من فوق قاعدة واضحة دونك انا زربت في ساعة صورت معنا بشي ننصور دونك امل بنا ما نحكي لكم مش راهي جيت ابنينا 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 ما شاء الله شوفوا كيفيش تقول بالفارينة اصلا الاذاقها ما جيبش خبرة اللي هي بالخبز البيت دونك بش تعرفوا تنجموا تشوفوا المراحل من بعد تبعوا الفيديو للاخر حبيت نقول لكم اذا اول مرة تزور قناتي ما تنساوش تعمل لي سابوني وتفعلوا الجرس بش جيكم نوتيفيكاسيون كل منها بات فيديو جديد واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش في جيم كومنتار مزيان كيفكم يلا ما نطولش عليكم نتعداو الروسات دونك عندي كمية بتاع خبز بيت الكمية اللي تحبو عليها عندي اربع مغارف سكر كبار عندي باكو خميرة جاتو زوز باكوية سكر فاني كيس حليب مبدئيا نحطيت كيس سكر كابتين اعظم دونك الحليب راني زيتم بعد خاطر كيسو شوية دونك يلزم اول حاجة نفتفت الخبز نقصوها كاكديمي مرسوية صغار تنجمو اذا عندكم وقت تنجمو راه وتعملوها شابلوخ ويولي حاجة اخرى في عوضها كيه تولي تعملوها شابلوخ دونك توا باش نحط كل شيء لخدمة الكل في الربو حطيت الكيس الأول بتاع الحليب وباش نزيد كيس اخر وفي غيام نزيغ انا نعمل في الرحي بتاع الخليط بتاعي وانا راني زيت كيس اخر حليب دونك حسب كمية الخبز اللي عندكم توا زيت الزيت وزيت العظم اذا لقيتو الخليط بتاعك مكاسح شويات نجمو تزيدو عظمه وإلا حليب من الاحسن زيدو عظمه ع الكمية اللي انا حطيتها دونك زيت زوز باكوية سكر فاني وزيت السكر اربع مغارف كيلت باكو المغارفة الكبيرة راهي مغارفة كبيرة دونك اه تهز حكيت خمسة وعشرين جرام سكر انتم بعض تخلطو في غيام زيغ مع انت هتنجمو تذوقو اللحلوة بتاعكم هكي كأبي فريق معنى تتعطيكم النتيجة دونك هكي باش نعاونه اخذيت مغارفة زيدة باش نعاون الروبو ونهبط هذيك نحاول نهبط العظم وسوي الكل اللوطة باش يسهل عملية الخلط بتاع العجينة بتاعي تنجمو راهو تحطو الخبز بتاعكم يتنفخ في الاحليب ومن بعض تخلطو يكون اسهل واسهل انا جيتني الفكرة في الوقت دونك استعملتها نفذتها بالوقت يعني ما حطيتش باش الخبز يتنفخ كيما قلتلكم انا زيت لحليب راهو اذا كيما قلتلكم تنجمو زيدوا عظمة دونك عينكم ميزينكم طوا باش نزيد باكل الخميرة بتاع المرتبات زيدة يتخلط زيدة مبعاظهم وحبيت كيما قلتلكم نعملها نوكة شوكولات دونك زيت مغرفة كبيرة كاكاو ونخلط ونشوف دونك شفتو الكونسيستانس بتاع الاباريبتاي كأنها قطو عادية ليهي سيلة برشة وليهي عقدة دونك عينكم ميزينكم دونك السواء اللي بتاعكم اللي هما العظم والحليب والزيت الزيت نو الملمون خليت انا كان كيس هذيكا اما زيت شوية حليب والعظم تنجمو تزيدو دونك حسيتها فتحة شوية زيتها مغرفة اخرى كبيرة كاكاو كاكاو مر امير وزيت عملت لها ضريبة بالميكسور يكمل يتخلط توابت السباتول حطيت مع انت بش نثبت ليه بغواء مخلطين الكل ولا لا الفور بتاع يخدم خليته يسخن على مية وثمانين دراجة حضرت في المول هذيه عملت بابيك ويصام الكل وخليتها الطيب دونك وقت اللي قريبها قطيب وشميت ريحتها وانا حطيت الشوكولات ذوب على حمام مريم خرجت القطو بتاعي راني انا حليتها حليت الفور عليها هذيك علاش مطلعت ليش برشة دونك حطيت ثلاثة طوابع شوكولاتة مية وخمسين جرام يعني عليهم نص حكا كيم فريش خليتهم يذوبوا القطو بتاعي بردة شوفتوا كيفاش واتيها هبتت الخاطر حليت عليها الفور زربت عليها هي نومة مونة تبقى لي حتى ساعة ساعة غيربا انا من نص ساعة وانا حليت عليها دونك هذيك علاش هبتت لأمراه هجيت بنينا بنينا مش نورمان كهوذ حضر معايا الجلاساج بتاع الشوكولات ساعة صبيتو كامل على القطوة وزينت بني متوفر عندي الصغاري شيخو علي ببيت شوكولات وعلى هذو ما الكندي كما يقول ولدي دونك زينت بها ديما زينة ترجع لكم هذي وصفتنا اليوم شاء الله نتلقاه في فيديو اخر شكرا